صباحة للقمة صباح الخير بلال وصباح الخير لكل متابعي قناة النهار الإخبارية الأولى في الجزائر بلال نحن متوجدين بالمركز الدولي للمؤتمرات لتقطية أشغال اليوم الثاني لاجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين لإعداد الاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة هذا الاجتماع للتذكير الذي انطلق بالأمس في جلستين والجلسة الثالثة ستكون صباحة اليوم مرتقبة انطلقها في حدود الساعة العاشرة صباحا في انتظار وصول المندوبين الدائمين هم الآن بصدد الوصول للاجتماع في تمام الساعة العاشرة هذا الاجتماع سيكون الاجتماع الأخير والجلسة العمل الثالثة والأخيرة بعدها مرتقب كذلك أن تكون ندوة صحفية لإطلاع الرأي العام حول مخرجات هذا الاجتماع للتذكير كذلك أنه خلال جدول الأعمال اليوم 27 من شهر أكتوبر وبالتحديد في تمام الساعة الثانية زوالا كما حصلنا على معلومات أنه سيكون كذلك فيه اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة هذا الاجتماع الذي سيحظى بمناقشة الملفات الاقتصادية فيما تعلق بالأمن الغذائي والطاقوي والتي هي من بين الملفات المطروحة للقمة العربية المرتقبة بتاريخ الفاتح وثاني من شهر نوفمبر كذلك بلال أنه لحد الساعة حضور إعلامي بسيط لحد الساعة لأنه المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين لإعداد اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة الذي سيُعقد بداية من الساعة العاشرة صباحا هم يصلون واحد تلو الآخر في انتظار انطلاق أشغال هذا الاجتماع في تمام الساعة العاشرة صباحا بعدها في الساعة الثانية زوانا رح يكون فيه الاجتماع الثاني لاجتماع كبار المسؤولين مجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية ضمن البرنامج التي انطلقت بالأمس وكذلك اليوم هي كلها اجتماعات تحضيرية تسبق الموعد الفاتح وثاني من شهر نوفمبر موعد القمة العربية بالجزائر كد كل الأنظار اليوم تتجه نحو الجزائر وأهمية هذه القمة التي تعقد بالجزائر بالنظر لأهمية الملفات المطروحة سواء على شأن سياسي وكذا اقتصادي ملفات ثقيلة وقرارات هامة منتظرة خلال قمة الجزائر في انتظار تفاصيل أخرى وأكيد ستكون خلال تغطيتنا الإخبارية والمتواصلة على مدار الساعة لأشغال اليوم الثاني أكيد سنوافقكم بكل ما هو جديد كذلك مع مجموعة من الضيوف الذين سيشاركوننا بالنقاش لأهمية هذا القمة العربية بالجزائر وانعقادها بتاريخ الفاتح وثاني من شهر نوفمبر لحد الساعة هذه المعطيات المتوفرة لدينا فيما تعلق بالجلسة العمل الثالثة لاجتماع المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين في انتظار أن ينطلق الاجتماع تمام الساعة العاشرة ومن بعدها كذلك مرتقب ندوة صحفية أكيد سنوافق متابعينا بكل مجريات هذا اليوم الثاني لأشغال القمة دائما المرتقبة بالتاريخ الفاتح وثاني من شهر نوفمبر لحد الساعة هذه هي المعطيات المتوفرة لدينا وأكيد سنوافقكم بكل ما هو جديد ضمن هذه تغطيتنا الإخبارية والمتواصلة على مدار الساعة عبر قناة النهار شكرا جزيلا لك موفدة تلفزيون النهار إلى المركز الدولي للمؤتمرات عبداللطيف رحال مع موفدة التلفزيون النهار إلى هناك ماجدة ماجدة أهلا بك من جديد صباح الخير بلال ومجدد التحية لكل متابعي قناة النهار الإخبارية الأولى في الجزائر كما تحدثنا بلال لنزال بالمركز الدولي للمؤتمرات دائما لتغطية أشغال اليوم الثاني وللحديث أكثر عن هذا اليوم يحضر معنا السيد محمد خير عبدالقادر وزير مفوض مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية سباح الخير سيد صباح النور وإن شاء الله فرصة سعيدة نتحدث لقناة النهار شكرا جزيلا لك بداية السيد الوزير بالأمس كان هناك الاجتماع وأكيد ناقشته العديد من الملفات هل لك أنت ضعناه في صورة أهم النقاط التي تم تركيز عليها خلال الاجتماع الأمس نعم بالأمس بدأنا في اتماعات المجلس الجامعة على مستوى المندوبين وكبار المسؤولين في الدول العربية وناقشوا المسائل السياسية قضية فلسطين موضوع سوريا موضوع الصومان موضوع ليبيا واليوم المجلس على مستوى المندوبين سيستكمل بعض القضايا التي كانت مطرحة في جدول العمال وأيضا اليوم الساعة 2 سيكون في المجلس الاقتصادي والاجتماع على مستوى كبار المسؤولين المعني بالمسائل الاقتصادية والمسائل الاجتماعية موضوع الأمن الغزائي موضوع التحول الرغمي والمواضيع الاجتماعية المتعلقة بالشباب والمسائل الاجتماعية الأخرى طيب سيد محمد خير الملاحظ أن القمة العربية تأتي في سياق دولي متغير وتحديات دولية هل اليوم أصبح من الحتم على الدول العربية ضرورة التركيز على قضايا العربية والخروج بقرارات تكون عند تطلعات الشعوب العربية وتكون أولوية بالنسبة لهذه الشعوب بالنظر للملفات السياسية التي لا تزال لحد الساعة قيد الدراسة نعم نتوقع ذلك هناك تحديات كبيرة جدا في المنطقة العربية وأعتقد القادر والمسؤولين في الدول العربية حاسين بهذه المواضيع ولذلك نعتقد أن القرارات التي ستخرج ستكون على مستوى هذه التحديات واستجابة لنموحات المواطن العربي هناك كثير من القضايا وخاصة في جوانب الاقتصادية مع موضوع التغييرات المناخية موضوع التحولات الرغمية موضوع التداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية فكل هذه المواضيع مطروحة ومن المفترض تخرج قرارات في مستوى هذه التحديات في المنطقة العربية بما أنك تحدثت عن الشق الاقتصادي والشق الاقتصادي الذي يكون كذلك من بين الملفات المطروحة خلال القمة العربية هل تعتقد بأن تحديات اقتصادية اليوم تحتم على الدول العربية ضرورة العمل على خلق تكامل اقتصادي عربي نتحدث عن الأزمة الأوكرانية الروسية وتداعيتها نتحدث مثلا عن ضرورة إعادة النظر في اتفاق الشراكة العربية منطقة التبادل الحرة العربية التي تعود بالفائدة بالنسبة لهذا الشعوب العربية نعم نعم تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية هو ده حديث الساعة موضوع الأمن الغزائي وده ملف هام وأساسي مطروح في القمة العربية أيضا استكمال منطقة التجارة الحرة هناك بعض الأمور الملاحق المتعلقة بهذه المنطقة لأن التبادل التجاري معدل وضعيف جدا من الدول العربية ولذلك هناك دائما أمور تطرح على القمة العربية على أعلى مستوى في الوطن العربي لمعالجة هذه المواضيع موضوع الأمن القزائي كما تحدثنا نحن دول نستورد مواردنا القزائية من قارج الدول العربية مع هذه الأزمة الروسية الأوكرانية لابد من إيجاد سبل لسد الفجوة القزائية في المنطقة العربية من خلال الاستثمار الزراعي في دولنا العربية التي لديها إمكانيات ضخمة جدا وتستطيع أن تسيد هذه الفجوة القزائية كذلك نقطة أخرى في شأن الاقتصاد لابد أن نركز عليها دائما وأكيد أن القمة ستناقش هذه الملفات كما ذكرت أن حجم التبادل ما بين الدول العربية يعتبر ضعيف جدا هل اليوم قمة الجزائر يمكن اعتبارها فرصة استثنائية لإعادة ترتيب البيت العربي من جديد وخاصة نتحدث عن شأن اقتصادي بامتياز فخامة الرئيس الجزائري سماها قمة لم الشمل وأنا أعتقد هذه لها دلالات كبيرة جدا لابد من الدول العربية هناك هذه التحديات وهذه الأمور المطروحة الآن على مستوى عالمي لابد من أن الدول العربية تتضامن وتتكامل لمعالجة هذه القضايا زي ما تم التوضيح لا يمكن أن نعالجة ونخرج بقرارات تستجيب لمعالجة هذه القضايا إلا من خلال التكامل والتنسيق والتعاون بين الدول العربية طيب نتحدث عن الفترة المسائية والاجتماع المسائي قبل أنه اليوم تنطلق في حدود الساعة العاشرة مرتقى بالجلسة الثالثة الأخيرة لاجتماع الأمس النقاط التي سيتم التركيز عليها في الجانب الاقتصادي في الفترة المسائية باستفكم من دوبين أكيد رح تناقش كل هذه النقاط خلال هذه الفترة هل لك أن تعطينا تفاصيل الأربامة برنامج في هذا السياق؟ وطبعا زي ما ذكرت الآن في اجتماع استكمالي الاجتماع الأمس على مستوى المندوبين لمناغشة القضايا السياسية اللي أنا ذكرت جزء منها وحترفع بعد كده قدن لوزراء الخارجية العرب الساعة الثانية اليوم في المجلس الاقتصاد والاجتماع على مستوى كبار المسؤولين سينواقش كل المسائل الاقتصادية والاجتماعية وترفع قدن إن شاء الله على المستوى الوزاري على مستوى المجلس الاقتصاد والاجتماعي وكل هذه القضايا في النهاية ترفع القمة العربية على مستوى القاضى العرب طيب نتحدث الآن عن التحذيرات والترتيبات التي أفردتها الجزائر تحسبا لهذا الحدث العربي الجد مهم كيف تابعتهم هذه التحذيرات وخاصة أن الجزائر وفرت كافة الشروط لإنجاح قمة لم الشمل العربي هذه كلمة حق كل الانطباعات التي شاهدناها في المشاركين أشهد بهذه التسهيلات وهذه الإمكانيات وهذه الترتيبات الكبيرة التي وفرتها الجزائر لهذه القمة هذه القمة تأتي بعد أربعة أو ثلاثة سنوات آخر قمة كانت في تونس ولذلك أنا أعتقد أن هناك اهتمام عربي وعالمي بهذه القمة ونتمنى أن تخرج به نتائج زي ما وضحنا تستجيب لطموحات المواطن العربية أشكرك جزيلا شكرا سيد محمد خير عبدالقادر وزير مفوض مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية شكرا جزيلا لك أترك الاتحاق بالقاعة لأنه من المرتقب أن يتم عقد الجلسة الثالثة وتنطلق في حدود الساعة العاشرة كان هذا كل ما لدينا وأكيد التفاصيل تأتيكم خلال تغطيتنا المباشرة والمستمرة لهذا الحدث العربية